إمتى الراجل بيبقى مظلوم؟ حقيقي مظلوم؟ الحقيقة إنه أكمل على كلام دكتورة أمل الصحة النفسية للأسرة قائمة على فكرة الشراكة هي اسمها كده حتى باللغة الإنجليزية هي حالة من الشراكة المفروض إن حالة الشراكة دي قائمة على إنه لينا أدوار بندور في فلكة الذكر أو القبل أو الزوج يعطي الأمان والأم أو الزوجة أو الأنثى تعطي الرعاية الدولين دول مهمين علشان نقدر نبني ما يسمى بالصحة النفسية للأسرة فكرة الشراكة إنها تبقى بعيدة أو غايبة عنها هتجعل أي طرف من الطرفين ظالما أي مكان هو الراجل أو الست ولكن كل ما بتعله النبرة لجنس دون الآخر ده بيخلي في حالة من الترصد عند طرف الآخر أو عند الجنس الآخر فيحقن ويتشحن طول الوقت مضافا إلى كده التوابل بتاعة السوشيال ميديا اللي احنا غرقانين فيها فيحصل استقطاب داخل المجتمع أنا ممكن تتغير نفسيتي من بوست أقرأ يخليني أتعامل مع زوجتي بشكل مش لطيف أنا نفس القضية كزوجة لو شفناها ناحية تانية ممكن يحصل كده طيب هنا أنا ما بتكلمش نحن نبقى الوقاء قوي يا دكتور يعني لو أنا بقرأ بوست فأقلب على جوزي يعني أو أقلب على مدرد يعني معناها أنا خفيفة قوي من جوة الحقيقة إنه ده بنشوفه بنشوفه في عيادتنا وفي ممارستنا لهذه المهنة دينا أمثلة يعني قولي مثلا حاجات حضرتك شفتها بعينها عشان برضو تترح للنقاش على سبيل المثال مثلا الأم التي تريد أن تسيطر على بيت ابنها كتير كتير صحيح الابن ده لما بيقرأ قد إيه إنه فكرة طاعت أمه دي حاجة مهمة وإنه زوجته بتقوله ما ينفعش نروح كتير ما ينفعش نعمل البوست اللي قرأه عن استقطاب بمنطق ديني للي عنده حول هذه الشريكة إلى شطان فابتدى يهاجمها ده ده مثال بسيط دي بتقومني على أمي وأنا عايزة أكون رجل ما عنديش عقوق والدين وحاجات كده فالمنطق هنا ما بقاش فيه ظالم أو مظلوم في حاجة اسمها شراكة في حاجة اسمها القدرة على المراعاة أراعي أن الست دي حتى لو هي ست بيت أنا باخد بأيديها وهي تراعيني على كم الضغوط اللي أنا ألاقيها عشان أوفر لقمة العيش أو إن كانت مشاركاني في توفير لقمة العيش إحنا الاتنين نراعي نراعي بعد طبيعة مهنة فالأصل ما هواش مين ظالم ومين مظلوم يعذروني في في الكلام ولكن المفهوم عن فكرة الشراك هي ما يجب أن نعطيه الأهمية ترجمة نانسي قنقر